هل هناك اي سؤال عن اي حاجة؟ نبدأ بقى احنا في الجادة على طول لان الوقت الكورس طبعا ما يسمحش بأي تفاصيل تاني اول جزء عندنا نتروب فاندامنتل سيقول لنا كله ان شاء الله هيبقى على نسيركو بشغال على الباكت تريسور طبعا نحاقفين ان الهدف اصلا من كورس سيسكو ان ان تبني شبكة وعشان تبني شبكة محتاج اجهزة وسويتشاف وروترات وكذا فعشان كده سيسكو عملت برنامج باكت تريسور سيميوليشن لكل اجهزة سيسكو تده تحط فيه راوترات وسويتشات ولابتوبات وبرنترز وكل حاجة تتخيلها بحاجة نكبره بس كده ايوه تماما طبعا انت عشان تبني شبكة اهد مجهاز محتاج وهو ايه اسويتش صح كده؟ في حاجات طبعا انا هتبدل انتم عادفينها اسويتش سيسكو عاملة موديلات مختلفة من السويتش سيسكو مثلا ده اكتر سويتش هنشتغل عليه ده الموديل بتاعه كام؟ 2960 بيقولوا عليه كده كاتاليست كاتاليست 2960 ده كاتاليست شبه هاي مثلا مش في السامسونج يقول لك جالاكسي نوت مش عارفه جالاكسي اه ده خط الانتاج بتاعهم اسمه كاتاليست بيعني له بقى في الداتا سنتر النيكسوس احنا عدده لكاتاليست اه بس ده شغل ايه داتا سنتر ده ما بنتكلمش عليه في الكورسو خالص ده تعوده في كورسات الايه؟ الداتا سنتر فهنا في عندك كاتاليست 2960 في عندك 3560 وهكذا تمام احنا شغلنا كله هيبقى على ال 2960 لو جينا بصينا على السويتش ده كده نزومين كده هتلاقي كام بورت 24 كورس وحتطلق كده هنا 2 بورتز سرعتهم كام هنا دولة جيجا يعني دولة كده 10 مية اشتغل 10 اشتغل 100 فاصت ايهرنت طبعا انتو عارفين المصطلحات دي ولا فاصت ايهرنت وده كده جيجا جيجا ايهرنت تمام؟ طيب و ايه ثاني؟ ايه مع كان الاختلافات ما بين اي سويتش والتاني؟ هتساقي الاختلافات ما بين اي سويتش والتاني النبر انا هحاول ان اختلاف شخص كله هنا فبس عشان ال لا 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 انا مش مشكلة انا بس عشان متنسوش الكلام الان اوضع النبر فارق ما بين سويتش والتاني فعيد البورتتات بقعة كل معادل الاجهزة اللي عندي لان انا هربطها وببعض اها تزيد كل ما احتاج اشتري حاجة اعلى الفرق كمان في ايه في الازميد كمان كده السويتشات اللي احنا بنتكلم عليها دي بيسموها Ethernet switches جميع انواع السويتشات اللي انت تستخدمها داخل شركتك بيسموها Ethernet switches الethernet switches دولا اول ما اقترعوها زنانكا في سرعتها عشرة سرعة نقل الداتا ما بين الاجهزة عشرة مية العشرة مية دا كانوا يسموه ايه يسموه Ethernet Ethernet نفس اسم الى ايه نفس اسم switch الدنيا التوارد بعد كده وسرعوا الethernet دا خلوه ايه fast fast Ethernet ده سرعته كام 100 100 مية تمام الدنيا التوارد شوية وعملوا ايه الالف ده سرعته اللي هو الجيجا بقى جيجا Ethernet ده سرعته كام ألف Ethernet دي جاي منين اصلا نسبة لغاز الاثير ده غاز يتبخر بسرعة عالية جدا فهو قالك ان السويتش ده بيقدرين يلباتها بسرعة عالية جدا زي غاز الاثير ما بيه يتبخر فعشان كده سموا السويتش ده نسبة لغاز الاثير لغاز الاثير اخي كده جابلك مصطلح Ethernet ففيه منه العشرة وفيه مية فيه ألف طبعا فيه معاك لحد ايه السويتش ده بتوصل لحد ميت جيجا بس طبعا أكثر حاجة منتشرة هي ايه العشرة مية وهو الالف لو انت نزلت في السويتش تاريت سويتش دي لينك وتيبي لينك اللي هي الأنواع اللي منتشرة دي هتلاقيها عشرة مية تلاقي مسلا السويتش عامل ميتين جينيه مثلا لو انت بقى هاي السرعة أعلى في نقل الداتا ما بين الأجهزة يبقى لازم تشتغل عشرة مية ايه بس ده هتلاقي كيه دروب في السعر مرة واحدة مثلا تلاقي ميتين جينيه لألف ايه حتى لو هو عدد نفس عدد بلطات اربعة وعشرين بول واربعة وعشرين بول تلاقي العشرة مية الف وصل لألف جنيه وعلفين جنيه وهكذا تمام فيبقى احنا لما نيجي نشتغل سويتش عشان نربط أجهزة ببع محتاجين يشوفها عدد بلطاته قديه سرعته قديه حسب انت عايز السرعة عالية اثناء للداتا ولا مش فارع معاك السرعة اوي تمام كده بعضو لو هتشتري سويتش ممكن يبقى منجد منجد سويتش وممكن يبقى انجد نقصه بالانجد سويتش اللي هي سويتشات التعبالة اللي انت بتجيبها الصيني دي لينك وتي بي لينك وتي بي لينك اللي هي اصلا ما اقدرش هتتخل عليها وعمل لها تجريش لكن المانجد سويتش بقى ايه سيسكو بقى و اتش بي و جينيفر و سري كوم طبعا دي بقى فرق في السعر فرق في السعر ايه الفرق في المانجد ايه ان انا بقى قدر ادخل على السويتش وعمل له بخلاف السويتش العادي ده بي مريد قولي يا دوبك بس تجيله كهرباء وشكرا على كده عليه نظام تشغيل يا دوبك يشغله وغير قابل للتعديل تمام انما المانجد بقى اقدر ان انا اشتغل عليه وعمل له اقدر ان انا مثلا اشغل برطات معينة في وبص البرتات معينة اشغل برت بسرعة مسلا معينة حدد انا السرعة بنزاج ايه اللي انا عاية اعمل لمت للسرعة مثلا لو البرت يشتغل عشرة 100 الف انا ممكن اقول انت اخرج 100 او انت اخرج 10 براحتي فانا اقدر اعمل له اعمل له كيف نظام عادة السويتشات دي لما تشتريها بيجي معها كابل اسمه كونسول كيبل أعبد عليكم قبل كده كونسول كيبل ده لو احنا جينا كده على الكيبلز هتلاقي هنا كابل الكنسول ده ده بيجي مع السويتش او بيجي مع الروتر لو انت شريم فأنا عشان استخدمه محتاج بس ايه اجيب الجهاز الشخصي بتاعي اللابتوب بتاعي ها دي اللابتوب ولازم اللابتوب بيكون في فتحة سيريال لكني فتحة السيريال بتاع الزمان دي اه لو انا ما عنديش فتحة سيريال مش الشاشة شبهها كده شبه بتاع الشاشة ايه وبالظبط كده اللابتوب طيب فانا لو ما عنديش لي كونفيرتر يحول لي من USB لسيريال ووصل بقى الكابل لايه الكنسول بتاعي المنظر ده كده من الفتحة السيريال لي اني فتحة الكنسول تمام؟ وبعدين في الواقع العملي في الواقع العملي بعد ان ما اوصل السيريال بالفتحة الكنسول طبعا هشاغل السيريال افتح برنامج كده مشهور اسمه بطي او بوتي اهو وده هتلاقوه موجود عندكو في الماتيريا انا فتحنا كده طولز طولز سي سي ايه طولز هتلاقو ايه اه او في برنامج تاني اسمه ايه؟ ده اسمه تيرا تيرم او سي كيور سي ار تي او في برنامج اسمه هايبر ايه؟ هايبر تيرم لا كل ده ينفع معانا لأ اه اه ده يقدر يعمل تيرنت بص اقدر عينيه ده يغنيك عنه بس ده يغنيك عنه بس ده لازم استادمه عشان انا هاخش ايه دلوقتي سيريال تمام؟ التنة ده لسه ادفانست شوية يعني هي الفكرة في ايه؟ ان انا عشان استادمه الكونسول ده لازم اكون جنب السويتش السويتش قدامي وانا جايب اللاكتوب ببتاعي جنبه وموصل كابل الكونسول في المستقبل ده في المستقبل ده بعده بما نبني الشبكة بتاعتنا هنا اقف فيما اكتبه يخش على السويتش اللي موجود في البيتاس انتر في ايه ده عني خالص لكن ده كده في البداية فقط تمام؟ فايفتح ببنامج البوتي او اي ببنامج اللي انا قلت عليهم دلوقتي واقول له انا موصل كابل ايه؟ سيريال اقول له اوپن حتى مع كونفورت البقطات سيريال حتى مع ايه؟ حتى مع كونفورت البقطات سيريال اول ما دوس سيريال اقول له اوپن يقوم جاي فتيح لي ايه بقى الصفحة اللي هقدر اعمل منها منج للسويتش طب يعادل ده في الباكت ريسر ايه؟ ان ان انت الصفحة لما انت دابل اوغل في estuvسر بعدة اوه طبعا في الحقيقة كانت تمخ cried بالحقرة في الحقيقة تتأش دابل اوغل في الشيط تتأش ». او denying عشان نعيشي الواقع الشوية او اوه مجايه ستكعابل كونفورك و الجهاز ده علي ويندوز فافتح ال prikapment واضح ال اوров트� الترمينال اللي هو يعادل برنامج الكوتي او الهايبر ترمينال واقول له اوكي فتح لي برضو ايه فتح لي السويتش تمام كده وابدى ان انا اعمل منج للسويتش وانا قاعد على ايه في البداية خالص لو احنا لسه بنأسس والسويتش اسه جديد فهنستخدم الكونزر لكن بعد كده ان شاء الله هنتحول ليه للتنة او حاجة اسمها اس اس اتش اقمن من الايه اقمن من التنة فانا هبدأ اخش على السويتش اهو السويتش تب يبقى عليه نظام تشغيل اسمه ايه نظام التشغيل دا اسمه ايه ايه اي او اس كما احنا بنزع عجازكم دا وينجو السيرفه 2012 اسب 7 نظام التشغيل بتاع اسسكوا لذي هنتعمل معاه في الكورس بتاعنا كل اسمه ايه اي او اس خلي بالكو برضو نظام التشغيل اللي ينزل على الايفون والاندرويد والحاجات دي كل الايفون والايبد والايبود او اي او اس بس هنا الاي او اس كلها كابيتل هناك اي او اس كلها اسمود عشان يفرقوا ما بينهم بس تمام طيب ده الايو اس البرجن بتاعه كام زي ما فيه اكس بي و سبن و ايت الايو اس ده برضه في منه ايه؟ في منه فيرجن طيب البرجن الي نازل هنا كام؟ 12.2 تلاقي بقى البرجن مثلا حيطه 10.1 بقى 12.1 معك 12.1 12.2 3 اعلى حاجة نازلت في فيرجن 12 12.4 طيب؟ اه تقدر تأب جريد طبعا زي ما تأب جريد من 12.7 8 اه المفترض في الواقع انت بتشتري الايو اس تمام كده؟ لو انت هتشتغل ليجل يعني طيب حتى انت شارك البرجن عليه هو اه زي ما قدشيه لكتوب عليه مثلا ويندو اس 7 نسخة هوم وانت عايز النسخة البروفيشنال يبقى لازم تشتريها عايز 10 عايز 8 لازم تشتريها فهو كده كده بيجي بالايو اس ده بس الايو اس اللي عليك مش كامل اه ممكن بقى ايو اس فيه منه عنوع برده ممكن يبقى limited شوية مش كل الفيتشورز شغالة فيه لو تبطر ان انت عشان تشغل بعض الفيتشورز لازم تجيب البجنس حسب انت بقى احتياجك في الشغل بتاعك يعني اما اس سيقول لك في اول محاضرة فيه فيتشورز اسمها data duplication في 2012 طيب السؤال انت محتاجها انت الشركة محتاجها عامل upgrade من 2008 على 2012 مش محتاجها خلاص فهو ممكن السويتش يجيب ايو اس limited وفيه فيتشورز مش شغالة وعشان تشغالها لازم تشتري اللايسنس ايه اللايسنس بتاعها نفس الكلام في الراوترات ببي احنا لدينا 12 point 4 نزل بعد 12 point 4 12 point 3 12 point 2 بعد 12 point 3 الversion اللي بعد 12 point 4 على طول version 15 زي كده ما نزل 8 نزل 2 على طول ف12 point 15 نزل بعد 12 point 1 15 point 2 3 اخر حاجة ما اشتغلت بها 15 point 6 فده بالنسبة لي نبدأ احنا بقى نعمل ايه نعمل configuration يعني انا عايز اراستارو عايز اقفل بورت افتح بورت وهكذا هنشوف واحدة واحدة كده مع بعض الكوماندات اللي ايه اللي ممكن نفتح بس طبعا انت هنا لو اول ما تفتح ال switch مش مسموح لك ان انت تعمل اي configuration ليه لازم عشان اعمل له configuration اكتب الكلمة دي enable يعني اسمح لي بقى ان انا ايه ادخل على switch وعمل له ايه configuration والمفترض في الواقع العمل لنسياتك لما تكتب enable يطلب منك ايه user enable password او يطلب منك password لكن عشان ال switch لسه جديد اه فاقول له enable هاي اين فمش هيطلب مني حاجة هنشوف دلوقتي ازاي احنا نعمل password للا ايه لان enable عشان مش اي حد يخش على switch يقدر يعمل له ايه زي كده ما فيه على the computer limited user وادمن limited ده تخش تتفرج على البرامج اللي متسطره لكن اللي تعرف تسطر برامج جريدة ولا تدلت البرامج اللي متسطره اه بالظبط فلو انت دلوقتي لسه فتحه شايفين علامة الاكبر من دي معناها ان انت limited لو عايزت مثلا تبنج على حد تشوفي connectivity بينك وان لكن لو تعرف تعدل حاجة ولا تعرف تتفرج على تفاصيل هل حتر فيه password user name حيبقى limit phone لو انا كتبت enable وعارف ال ووصيتش كده والعلامة دي هل حتردت شوه اي حاجة لا برضو limited يعني بص انا لو دلوقتي رجعت تاني exit انا رجعت تاني لايه للمود ده المود ده يسموه ايه؟ يسموه user mode اللي هو في الكومان زي limited user لو قلت له ايه question mark question mark بيعرج لكل الكوماندات اللي اقدر اكتبها وانا في المود ده بص هم شوية الكوماندات دولة بس انت تعرف احنا عندنا كام كوماند اكثر من نصف مليون كوماند فهم دولة بس شوية دولة بس اه ف لا هو فيه فيه اه فيه بس طبعا لا غنة عن الكوماند لاي انترفيس فيه ميزة رائعة في الكوماند لاي انترفيس ان انت ممكن تكون فيجور كل الـ options اللي انت عايزها بملف تيكست كوبي بست يعني انا مجهز ملف تيكست في كوماندات كلها وهم جاي واخده كوبي بست في البرنامج وهم جاي عامل ايه وهم جاي عامل ايه بس هي الفكرة ان انت تحضر ملف ايه التكس بس انت لو عندك الملف جاهز سويتش بازل بحرقة حصل في اي حاجه كوبي بست بالضبط فدي ميزة رائعة في الكوماندات ايا فيه حاجات كتيره لو انت عادي تعملها جاي و اي بص بقى وتفتح start وتخش في control panel وتسلق وعلم صح على الاوشن شغلانه لك انتخال كده لو انا افتح كوماندات كوبي بست بيينجز ايه بيينجز معنا طبعا هنا طبعا بيباسكيبول اكتر ما بيهيز كتير ما بيهنيش كتير بخلاف طبعا اي حاجه ايه جاي و ايه بس فيه طبعا فيه جاي و اي ممكن نستخدمه لكن ايه مش في كل حاجه يعني فيه حاجات معينة او عملتها بكوماندات فهتحسن الدنيا مع هذا جدا فبنضطر ان احنا نحاول الدنيا بايه بطريقة معينة المهم لو انا هنا قلت له شو ما فيه هنا امر ايه امر شو شو لا يعني وريني طبعا مش اقدر اشوف كل حاجه و انا في انهي مود و انا في اليوزر مود قلت له شو و قلت له مثلا شو شو فيه كوماند كده هنقضو مع بعض يعني وريني بيانات الانترفيس اللي عندي ورهوني يقول لي ايه ادي الانترفيس كلها طبعا فيه حاجات لو قلت له شو مش هيقبل لان انا ايه في اليوزر مود اليوزر مود تتفرج على بعض الحاجات لكن فيه حاجات معينة حوالي تتفرج عليها يقول لك لا مرفوض بص الامر ده ده من اكتر الكوماندات الاجتماعي شو اي بي انترفيس بريف يعني وريني الانترفيس اللي عندي بس لو صبحت بريف ايها باختصار شوالي قال لك بص يا عام ادي الانترفيس اللي عندي طبعا تأكد ان كل فتحة في السويتش لو قلت عليه كده كل فتحة لها ايه ليها رقم تمام؟ وعمر ما تلاقي طبعا فتحة لهم نفس الرقم ملاحظين فيه فتحتين تحت اللي هما جيجا زيروا على ون الاولانية فدي فاست لما باجأ ادخل عليها بقول له انا عايز اخش على الفتحة اللي رقمها فاست زيروا على ون طب اللي تحت دولة جيجا زيروا على ايه؟ ليها اسم مختلف هي نفس دقم بس باسم ايه؟ مختلف فبص هنا بيجيب لك كل الفتحات اللي عندك ويقول لك هل ما شغلين ولا ما شغلين طبعا انا مش موصل ايه اه بصد اول موصل اجهاز لايه الدنيا هنا قلبة ايه؟ قلبة اب طيب فيه command برضو هنقبل ودائم ان شاء الله اه دخل اول ما تتحول من اكبر من لعلامة الهاش دي انت كده تحولت من limited user ليه؟ لأدنى تمام كده؟ وتبدأ بقى تعيش حياتك بقى تكتب الكماندات اللي انت عايزة يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي عقوله confit confit معناه ان انا عايز ازبط او اعدل في الconfiguration بتاعه enter كده حولني من مو اه بص وانا بس بدي نافذة صغيرة نافذة صغيرة لكن كل ده مكتوب فين بقى بص لو روحت للمذكرات ايوه ايوه cc in a Cisco devices هتلاقي هنا كل ما يتعلق بالكماندات و ايه ازاي تشتغل وتوصل كابل الكونسول و هكذا انا بس عايز اكتب الكام command اللي انا هكتبهم دولة enable يحولني من limited ل ايه؟ لأدنى انت كده كده الفيديو معاك يا بعد كده conf t معناها ان انا بقى عايز اعمل configuration ل ايه؟ لل switch خب عايز تعمل ايه؟ password عشان مش اي حد يقدر يخش كادمن صح كده ولا ايه؟ وحط الباصود اللي انت عايز مثلا انت حط الباصود كلمة تسك enter انت بصوا بقى دردتي لو طلعت لما بطلع و ادوس exit او ctrl z ctrl z او exit لما هقول له enable وهنا في نيزة انت بدل ما تكتب الكوماند كله ممكن تكتب اول حرفين من الكوماند و تدوس enter او تكتب اول حرفين منه او اول حرف و تدوس tab يوم جاي هو ايه؟ مكمله لك دوس enter قال لي لا يديني بقى ايه؟ يديني الباصود بقول له والله الباصود بايه؟ سيسكو طبعا هو ما بيكتبش حاجة و انا بكتب الباصود سيسكو كده تحاولني ايه؟ سخلي بالك انا لو طفيت السويتش دلوقتي و شغلته تاني كل اللي انا عملته هلتينه لازم اعمل save اهو بصر احنا هناخدها فعلا كده اي configuration هنعملها لازم ايه؟ نسايف نسايف ازاي؟ كومانده مشهور اسمه write write اه فيه فيه اه حاجة او do write do write ده نكتبه لو انا جوه ال configuration اه لو كده كتبت com T انا كده فكايني عايز اعمل configuration لو جيت اكتب write مش هيقبله فلازم اعمل ايه؟ لازم اقول له exit عشان اكتب write يعني لازم عشان اكتب write اكون واقف على علامة الهاج ده بس بره طب اتفرد انا جوه وعايز اصيب اقول له do write فانا هنا لو جيت قلت له write او الاختصار بتاح ايه؟ where بقى where عشان نصيب دايما هقول لك ايه؟ ما تنساش تعمل where قبل ما ايه؟ تعمل ايه؟ where كده عمل ايه؟ عمل safe فحنا كل اللي اخدناها بس ازاي ندخل على switch وازاي نعمل password enable mode واشوفنا كده بعض الحاجات البسيطة نرجع بقى تن انت لو عايز تبني شبكة محتاج ايه؟ محتاج switch شوف عاد البرطات اللي تنسبك شوف السرعة اللي تنسبك شوفه manage ده ولا انهيها اقام manage ده وعرفنا ايه الفرق ايه؟ طب عايزين نكمل بقى عشان نبني شبكة ورده محتاجين ايه؟ الاجهزة اللي هنربطها ببعض هو ده الهدف الرئيسي الاجهزة دي بقى يقولوا عليها ايه؟ terminal devices terminal devices ممكن تكون اجهزة موظفين clients زي اللي انتو شغالين عليها دي ممكن تكون ايه؟ servers ممكن تبقى لو انت درست بقى كورسات voice في Cisco ممكن تبقى IP phone بس احنا ملناش دعوة بالايه؟ بالاي بي فون تقضى بالتفصيل في كورسات Cisco ممكن تبقى كاميرات ممكن تبقى printerات ممكن تبقى scanners احنا تركزنا علي ايه؟ على الاجهزة الكمبيوترز او الايه؟ السيرفر انا كفاية علي سيرفر واحد هحطه هنا كده تمام؟ احنا كده حطينا الاجهزة احنا عايزين بقى نروبط الاجهزة اللي ببعض يعاكين لازم نوصلهم كلهم فين؟ في السويتش وعشان لازم نوصلهم في السويتش لازم يكون كل جهاز راكب فيه كارتة ايه ها؟ كارتة نتورك Network Interface Card يبقى دي Network Interface Card لابد منه وزي ما السويتش فيه منه سرعات برضه كارتة دي تبقى منه ايه؟ ممكن يبقى عشرة ممكن يبقى 100 ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى وعادة في كروت النتورك بتبقى عشرة مية ايه؟ ده اللي منتشر لكن في السويتشات اللي منتشر عشرة مية معظم السويتشات بتبقى اخرها مية لكن معظم كروت النتورك بتوصل لايه؟ بتوصل لايه؟ بتوصل لايه؟ تمام كده؟ طيب وطبعا كده كده انت لو اشتريت لابتوب او اشتريت جهاز بتلاقيه جاي بكارت النتورك فيه مش محتاج ان انت تركيب له كده محتاجين ايه؟ بعد كده بقى اتأكدت ان كل جهاز الكابلات اخش لنا على الكابلات طبعا انتوا عارفين الكابلات والتقريش بتاع الكابل كل ده تمام؟ تعرف 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 اتحب ان رجع تابل حتة دي نقول عليها؟ اه؟ تمام؟ طب انا عشان اوصل كابلز محتاج استخدم كابل اسمه تويستد بير كابل نروح بس كده بقى على ايه؟ المتيريال نترو كوندامنتلز روضينا فضحنا كده ده كارت نتوورك اهو طبعا انت ممكن لو معندكش كارت نتوورك تركب كارت نتوورك زي ما انت شايف كده او تجيب كارت نتوورك تمام؟ ده كارت نتوورك وائلز بس احنا عشان اتكلم على الوائلز خالي زواري احنا شغلنا كله على ايه؟ على الوايرد ونقام ان شاء الله نبقى نشوف الايه؟ ده السويتش بتاعنا على البرطوط اللي فيه حسب احتياجك دي الكابلز بتاعتي الكابلز بتاعتي اسمها ايه؟ لان انا اسمها تويستد بير تويستد دي كابلات الشبكات تويستد بير كابلز يعني ايه تويست؟ تويست يعني ملفوف بير يعني طرفين بير زوج من الكابلز ملفوفين على بعض ليه سموا الكابلز دي تويستد بير؟ لان انت لو تبحث كده كل طرفين ملفوفين ايه؟ ملفوفين على بعض بصد كل طرفين ملفوفين على بعض عشان كده سموه تويستد بير كام طرف بيبقى جوه الكابل؟ كابل انتو شاهدينه قدامكم ده اهو 8 اطراف اللي مستخدم منهم كام؟ لو انت شغال سرعة 10 او 100 بيبقى اللي مستخدم من جوه الكابل 4 بس تمام؟ لو انت شغال 1000 بيبقى لازم 8 يبقى يبقى وصلين عشان كده في بعض الكابلات بتتباع في السوق كابل زي ده كده مثلا 2 متر 3 متر تلاقي الكابل من جوه مفيقوش غير 4 اطراف مخبصة لان هو عارف ان انت متصدمش غريب غير 4 لكن طبعا لو انا جيسا استعملت الكابل بيبقى اللي في الوربعدة على سويتشات سرعتها 1000 مش هيشتغل 1000 هيشتغل 100 تمام كده؟ طب زي ما انت شايفين كده 8 اطراف طب انا عشان استعمل الكيوت ده لازم اعمل ايه؟ لازم اجي باخر الكيوت ده اركب ايه؟ اركب RG بيسموه ايه ده؟ RG45 رجي طاعة متع تلكون RG11 ده ارجي خلاك فيه حاجة انا بقولها انت مش عارف هقولي عليها تمام انا معتبه ان فيه بعض المعنوات انتوا عارفينها عشان ننسى تمام؟ طب السؤال بقى هنا ازاي يركب RG ده؟ في الكابل ده؟ اه بالضبط احنا بنعمل ايه بقى؟ بنرتب الالوان بتاعتنا يا اما ترتبها بالترتيب ده يا اما بالترتيب ده؟ اهم حاجة اللي هتعمله من النحية ده؟ تعمله من النحية ايه؟ التاني وااكتر حاجة منتشرة وااكتر حاجة نستطيع اني ترتيب التاني ده رقم اثنين يقولك فيه standard one وفيه standard two ايه اللي منتشر ومعظم نستطيع انه هو standard eight؟ اللي هو ايبقى انا بصق اادي الارجي خمسة واربعين اوه هدخل كده من الشمال ايه؟ من الشمال فيه هنا تمانية بين برضه واحد واثنين وثلاثة واربعين حتى مانين رقم واحد يبقى انه واحد ابيض بورتواني بعكية بورتواني وبعد كده ابيض اغضر عكية ازرق عكية ابيض ازرق وده الترتيب بتاعنا تمام؟ هو الترتيب البرز اللي اغضر والأزرق مالي اه بصه هو لو احنا شغالين عشرة مية هيبقى الازرق مش مصطدم اصدر ايه بقى اللي هيبقى مستخدم فاتفانة مع الوالو انشغال عشرة مية هيبقى هستخدم كام من التمانية؟ اربعة اللي هم عنه بقى اللي هم واحد واثنين وثلاثة وثت عشان كده بتتلاحظوا ايه؟ هو ليه كده بعد الاخضر عن اللاو ابيض اخضر لان هو بيستخدم الاتنين دولة في السنت بيبعت عليهم داتا وبيستخدم الاتنين دولة في الرسيل استقبل عليهم ذاتي اللي هما كان 1 و 2 و 3 و 6 يعني يهمي ان انا كن موصل 1 و 2 و 3 و 6 تمام يعني بعد التوصيل لو انت شايكت بالتستر طبعا عد عليكم التستر ده لو انا شايكت بالتستر لقيت رقم 4 ما بينوارش 5 ما بينوارش 7 ما بينوارش 8 يموارش ولا تشغل بالك ده لو انت هتشتغل 10 كام 10 مئة لكن لو عايز تشتغل 1000 يبقى لازم 8 يكونوا تمام فلو انت هنا عكست خليت اللي ازرق اللي ازرق الاول والل ازرق بعد ومش فرق ده لو انت تشتغل ما لكن لو شاعرين 1000 يبقى ايه ولو انا حتى هنا عكست لو انا هنا عكست ده لو انت تشتغل اعكس النحية التق وانا ممكن اعكس دولة والد على فترة بس اعكس نحية التق ممكن اجيب اللغضة لما كان لغضة بس اعكس نحية التق بس الافضل تشتغل standard league انا سيكا بدا فيه مشكلة انا عايز اقراجه شبه النحية ايه النحية التانية صح كده لازم بقى اروح ادص على النحية التانية اتقراجه ازاي لو انا دايما دايما ماشي على صندوق يبقى خلاص الموضوع انت تمام كده طيب وفي قاعدة كده لو انت عملتها لو انت قبقتها تقدر ترتب الفيونز باي ترسيل يعجبك ايه القاعدة دي انا دايما دايما هستخدم واحد واثنين عشان ابعت data وثلاثة وثلاثة عشان استقبل ايه استقبل data اختار انت بقى اي واحد من البيرس دولا يبقى هو واحد واثنين يعني ممكن اخلي واحد واثنين اللابية تزرق ولا زرق ممكن اخلي واحد واثنين اللابية تبني والبني معاه اختار اي واحد من الاربعة دولا عشان استخدمه في ارسال data نفس الوقت نفس الوقت اختار اي واحد من الاربعة دولا عشان ترسيل يعني ممكن اخلي الترتيب ايه انا مش احفظ حاجه انا هعمل ايه ؟ اخلي ابيض بني بني واحد واثنين وبعد كده رقم 3 هخليها مثلا ابيض ازرق وبعدين ارحل الازرق لرقم 6 وصلت والباقي يحطوا اي حاجه مش فرق معي تمام لكن ممكن تعمل الكلام ده في الوقت العملي في الجاملين والدنيا ما تشتغلش ليه بقى الناس اللي بتصنع الكابلات دي عارفين ان انت ما بتستخدمش من التمانية غير واحد واثنين وثلاثة وستة اللي هما المقترب حسب الستاندرد مين الاخضر واللي معاه والورنج فيصنعلك الكابل الاخضر والورنج محاس والباقي اي حاجه تعباده وبالتالي لو انت خليت واحد واثنين حاجه غيرهم وثلاثة واثنين حاجه غيرهم ممكن تلاقي بينهم اشتغلهم واثنين حاجه غيرهم مش محتاجه غيرهم السنتر ممكن تعمل ممكن توصر ان عندك الكابل مثلا 90 متر وتوصره حاجه وتيجي التست تلاقي الطرف رقم 3 في مشكله مثلا فيه قطع في الابيض اغضر طب القطع ده فيه انت الكابل مش عارف فيه هارميه هارمي الكابل طب ما انا استخدم بدل اللي اغضر اخد اي اثنين تانين غيره يبقى انا استفدت من الكابل بدل ما ايه بدل ما يترمى بس اخره كام هنا كده اخره مية اه الالف لازم تغير الكابل لو انت عايز تشتغل اه الالف لازم تغير الكابل لو انت عايز تشتغل الالف وإلا هيشتغل مية فاحنا ايه هنوار طب بصوا لما بنيجي نقرج لو انت قرجت النحيتين زي بعض بالظبط التوصيلة دي بيسموها ستريت لان الكابل طالع بص من رقم واحد طب لو عكست الترانسميتر والريسيفر يعني بص لو خليت هنا الترانسميتر ابيض اقدر واخدر خليته من نحية التانية واصل فين بالريسيفر يعني تلاتة وست وهنا خليت واحد واثنين من نحياتي تلاتة وستة التوصيلة دي بيسموها ايه كروس امت استخدم دي و امت استخدم دي لو انت عندك جهازين شبه بعض يعني سويتش و سويتش ساعتها لما اجا وصل كابل ما بين السويتش ده و السويتش ده يبقى لازم تبقى كروس اه بالظبط ده كده المفترض المفترض الكابل ده يبقى ايه يبقى كروس انت موصل جهازين شبه بعض مش اللوجك بيقول ان انا لو طلعت منها ترانسوميتر يبقى لازم يوصل الناحية التانية فين؟ والعكس صح كده؟ الراجل ده مثلا بيستخدم واحد واثنين عشان يستقبل داتا يبقى لازم تجيله من بتاع التاني اه كده انت موصل ترانسوميتر بترانسوميتر والسي بالظبط فلازم انا ساعت هعمل ايه؟ اعكسه اعكس الكابل فبص لما اجي باجي هنا اختار الكابل لو انت عايز شعر ستريت تختار ده كروس تختار ايه ده فلما اجي اوصل بص كده اوصل هنا كده في الفتحة مثلا الجيجة وعادة ان لما ابنين نوصل سويتشات ببعض اللي هي الابلينكس بقى بنخليها ايه؟ بنخليها جيجة اللي هيش الايه؟ عشان كده هو عاملك في السويتش ده ايه فتحتين على جنب كده سروعتهم ايه؟ جيجة عشان لما تيجي توصل سويتشين ببعض استدم الكابل الالف ده لكن لما تيجي توصل بجهاز كمبيوتر بص لان اوصل ده ايه؟ كروس طب لو هوصل السويتش بجهاز كمبيوتر بص بقى جهاز الكمبيوتر الديفلت بتاعه انه هو بيبعت على واحد واثنين ويستقبل على ثلاثة واثنين طب والسويتشات الطبيعي بتاعها انه هي بتستقبل على واحد واثنين وتبعت على ثلاثة واثنين اذا اصلا الترانسيميتر والرسيفر هنا عكس الترانسيميتر والرسيفر هنا اذا انا مش محتاجة عكس الكابل صح كده؟ لان هو اصلا التو بيبعت عكس بعض فعشان كده دايما هاوصل ده كده ايه؟ طب هنا ده شبه طب ايه في ده انا مثلا عندي في البيت جهازين لابتوب اتنين لابتوب وعايز ابعت ده تما بينهم ومعايش في دهش او معاي اي حاجة عارين بها ده فممكن ايه ممكن يجيب سويتش عاربوتهم وبعض يقيم ما وصل للتو لابتوب دايرت ببعض ابعبصة وصل كابل من هنا كده من هنا كده على هو ايه بس طالما وصلت اتنين لابتوب يبقى لازم يبقى ايه؟ يبقى كرس انها اذا باقي دالوقت اخترعوا ايه؟ اخترعوا تكنولوج يسميها ام دي اي 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 اكس الاجهيزة اللي بتبعت داتا على واحد واثنين وتستقبل على 3 و 6 اللي هي شبه ايه الكمبيوتر بيبعت على 1 و 2 و يستبع على 3 و 6 بيسموها ايه بيسموها MDI طب الاجهزة للعكس اللي هي بتبعت على 3 و 6 وتستقبل على 1 و ايه على 1 و 2 دي بيسموها MDIA X عكس الايه التاني MDI Distance Media Dependent Interface دي Media Dependent Interface X ده العكس الطبيعي لو انت هتوصل جهاز MDI بجهاز MDIX يبقى هتوصله ايه طب لو MDI و MDI يبقى CROSS MDIX و MDIX يبقى CROSS الا اذا كان السويتش بيدعم هذه الخاصية ساعتها السويتش يقدر يشتغلك MDI و يقدر يشتغلك MDI حسب حالة اللي ايه اللي قدامه يعني فرضا دلوقتي ان انا اغلبت ووصلت السويتش ده و السويتش ده بكابل STREET يوم جاي واحد من السويتشين عاكس نفسه يعني لو ده MDIX و ده MDIX يوم جاي واحد منهم خلي نفسه MDI عشان يهكس نفسه عشان كده احنا حاليا دي خاصية في السويتش نفسه physical اه عشان كده احنا كل شغلنا دلوقتي كل شغلنا دلوقتي STREET لا بشغلش بالي بقى و انا اوصل سويتش بسويتش بالضبط هنا بقى في السويتشات المانجد انا اقدر من ال IOS اللي هو اللي صبت بقى الغي هذه الفاصية او اشغلها و لازم اعرف سويتش التالي ان اصفرت هذه الفيتشور او لا لو بيصفرت هذه الفيتشور او لا انا مش اشغل بالي كل شغلها هيبقى STREET و نفس الكلام برضو على فكرة فكروت النتورك الجديدة كلها دلوقتي كلها بتصفرت MDI ماشي يعني انا و يبتت Nellectop و وصلتوهم بكبل المفترض اي باكروس لو وصرت STREET ستعمل عايزة الفيتشور طالما فيه الخاصية الى اسمها MDI MDA طبعا احنا الوقت المفترض هنعمل ايه هنوصل بقى الكيبوت هنا باكترسر اعمل لك حاجه لذيذه مش المفترض ايما لو هوصل داب دا يبقى ستريت لو هاوصل سويتشي بسويتشي بقى كروس فلو انت مش مش مذاكر ناسي هتوصل ايه تختار عني option ان هو الاوتوماتيك دا شايفيني الاوبشن دا اوتوماتيكالي يبصوا مكتوب تحت هنا ايه اوتوماتيكالي شوز كونيكشن طيب اعلم اه اعلم على دا وي هنا كده اواصل فبصوا كده لو انا جبت سويتش كده وجيت هنا اخترت اوتوماتيك شفت بصوا الكروس دا اللي هو المقطع الستريت دا اللي هو ايه مفيش اي فقط يعفينه فهو شفته لوحده اختار دا كروس واختار دا ايه استريت من نفسه كده دا لو انت ناسي او انا هستخدم كروس ولا استريت لكن طبعا احنا عارفين دلوقتي احنا هنستخدم ايه هنستخدم استريت فيه نيزة كمان لو انت اخترت نوع كابل با اتك لما بتيجي توصل دا يسألك عايز توصله ب انهيه انهي فاتحة بالضبط لكن لما انت بتختار اوتوماتيك هو بي ايه عاق بيختلف. فحتى لو عايزين ننجز اختار اوتوماتيك. لو انت عايز تفهم الدنيا ماشى ازاي. يبقى انا اختار الايه. الماني والده. اه اختار الفتحة دي. واختار الفتحة اللي انا بقى ارايح دماغي وايه. اه. اه. عايز بس اتاكد ان البلاتة تمام كده على ماشى عاملت. ستة جيجا وشها المحفوظ. انا كده ايه. انا كده وصلت قبلاتي تمام. ايه كمان بيثبت اني شغلي صح. لما اليدز بتاعتي ايه. اه. اَآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.آآ فيه لد تانية هنا عملة هول وتطفي أنا دلوقتي فيه ديتا عملة تتبعت مرينيوم بينكم راحات يدركه فتلاقيه لده انا من بعيد كدا أنا شايف الفيرترة عنده قم ولد قم لده عملة هول وتطفي فيه سند وفيه سيد هذا مضرد انديكيتور بس inni فيه ديتا بتتبعته فيه هنا مثلا تلاقي لدتا مكتوب عليها عشرة وهنا مياه وهنا ايه لان الكرته ممكن يشتغل عشرة يعرفت السرعة اللي الكرتة شغال عليها حاليا كيت طب هو السرعة اللي هشتغل عليها الكارتة هتبع عاملة ازاي بص حسب لو انا هنا السويتش بتاعي ده عشرة عشرة مية تمام وهنا كل الكروت بتاعك عشرة مية كام الف اذا لما نيجي ننقل دات هشتغل على كام فضل اذا لما ننقل ده عاملة ايه تمام الحمد لله ربنا كله اما ايه لقى المتينة عطالهم كلها خلاص مفيش حاجها اه خلاص خدوها خلاص اه تمام اه تمام اه لو انا هنا باع عشرة مية وكل الكروت بتاعك عشرة مية الف هنشتغل على ايه هنشتغل على العشرة مية دايما دايما نشتغل على السرعة الايه على السرعة العالب لا احنا شغلنا دلوقتي ده كله كابدات نحاس تمام ممكن بقى نستبدال السويتش ده بسويتش تاني يبقى الفتحات اللي فيه مش RG45 تبقى الفتحات فيبر الكلام ده بنعمله انت لو انا عايز اوصل لسرعات اعلى ومسافات اكتر ليه بقى؟ يعني اقصى مسافة عندنا هنا اقصى مسافة اه الكابل ده يعني ما ينفعش المسافة تبقى ما بين الجهاز ده والسويتش اكتر من 100 100 متر اه حتى احنا بنحاول ما نوصلش للمية 90 بالكتير مثلا تمام؟ لكن هو الطبيعي بتاعه الماكسمن بتاعه 100 متر طب بفدان الوقتي عندي مسافة من جهاز السويتش كيلو 2 كيلو او مثلا سويتش والسويتش والمسافة منهم كيلو 2 كيلو عندي حلين حل طبعا عمري ما هستخدمه ان انا مثلا كل 90 متر احط السويتش صغير يجي اول ايشار اه بالضبع اما بقى يبقى سويتش فيه فتحات فايدر ممكن على فكرة يبقى سويتش فيه بعض الفتحات كابر اللي هو الاتجي 45 ويبقى فيه فتحتين فايدر ساعتها مثلا بصوا السويتش ده مش احنا عندنا هنا فتحتين جيجا ممكن يبقى الفتحتين الجيجا دوله فايدر ليه؟ عشان لما وصل السويتش ده بسويتش تاني او حسب هو هيوصل بايه تاني يبقى عندي دستانس ايه؟ الميزة في الفايبر بيوصل ل مسافات اعلى ممكن يوصل ل 100 كيلو مهم كده سراعات اعلى يعني الفايبر هو اللي بيوصل ل 100 جيجا الكابر اخرى 40 جيجا يعني اقوى سويتش كابر ميزتش عن 40 جيجا الفايبر ممكن يوصل ل 100 جيجا ل 100 جيجا مثل بورت واحد صغير لا للبورت الواحد بس لما تخصي سيئين فيه ان شاء الله بيوصل لها تغرف ان فيه حاجة كده اسمها باك بلاني يعني ممكن يبقى عندي مثلا سويتش فيه 10 بورتات البورت سرعات وجيجا يبقى المفترض الاجمالي كام اجمالي اجمالي متوسع على البورت سرعات وجيجا لا المفترض دلوقتي تخليك معنا في السيناريو ده لو انا عندي 10 بورتات والبورت سرعات وجيجا المفترض 2 جيجا تلاقي السويتش مثلا 7 جيجا مثلا معنى كامل انت لو وصلت فيه 10 اجهزة وعايزهم ينقلوا كلهم بسرعة الجيجا مش هيوصل للعشرة جيجا هو الفتحة الواحدة المكسمم بتاعها ايه؟ الفتحة الواحدة المكسمم بتاعها جيجا لكن لو كله اشتغل مع بعض كلهم هينشتركوا في الايه؟ السبعة دي حاجة اسمها باك بلاد فيه بقى سويتشات بتوقع بلوكت يقولك ده اخيرا وفيه سويتشات امبلوكت يعني مثلا السويتش يقولك ايه فيه الف بورت والبورت يجيجا يبقى كده المفترض بتاع السويتش تبقى كام؟ تبقى تيرة بالضبط فيه سويتشات بتوصل ل7 تيرة وفيه 10 تيرة وهكذا يسموها باك بلاد قدرة السويتش على استقبال ترافك من كل البورتات اللي عنده تمام؟ حسب بقى ايه امكانيات كل ايه كل سويتشات تمام؟ فممكن تبقى الفتحات دي فايبر الفايبر مسكوا ايه؟ سرعات اعلى مسافات اعلى حاجة كمان كابل الفايبر ما بيتقصرش باي عوامل خارجية الكابل الفايبر ده لو انت ممشيه مثلا جانب مواتير كهرباء مكان في مصنع تكييفات الكمبريسور بتاع التكييف كابلات كهرباء اي حاجة من دي بتأثر على الاشارة اللي مشيه جوه الكابل وبالتالي بتعمل موائزة على الاشارة كيب انا بعد داتة توفر لحاجة بايزة لان في حاجات اثرت ايه؟ لكن الفايبر مفيش الكلام بخالص على ايه؟ على ايه؟ عايزين نوصل ما بينهم كابل والمكان اللي بدين انتوا فيه ماشينز ومواثير ومش عارفين حاجات منه نفتر انهي كابل ونجيب لك افتيارة لكن طبعا هتفتر الكابل حتى لو المسافة قريبه ان انت عايز تتجلب المويز بتاعة اله؟ وبالنسبة للكابل ده في منه برده انواع يعني الكابل ده في منه كات فاير كل ما الكاتيجوري بتاعلى كل ما العزل تتباعه بيبقى اقوى وافضل وبالتالي يقدر يقاوم النويز اللي ممكن تأثر ايه؟ في عندنا اه وادي انش Veer هناك وفي أنشف ما gerade ناعم انشف انعم اقومه اللي كما تفعلن كّلا وليس بالأخيرة كما كنا فيobsках كروف ممكن تلاقي مثلا الشلد ده المتر عامل عشرة جنيه سبعة حاجة كده يعني بيبقى اغلى اكتر ما دلوقتي الدنيا ضلعت بصوا كده 3 متر 150 جنيه 3 متر 150 جنيه 3 متر 150 جنيه لا ده غالي اغلق هيبصوا هنا كده بصوا ده اه ده الشلد ده اه بصوا ده الشلد عامل ازاي فيه نوع وسط بيسموه FTP فويلد كل فرفين عليهم فويلد كده زي ما نشاهدين عازل كده ده الفات 6 ده اللي هو فيه عازل في النص بيعزل كل اثنين عن اثنين اللي جنبه واكذا احنا الطبيعي اللي بنشتغل عليه اللي منتشر في السوق كاد مش اي كاد فايف مش فايف بقى فايف اي اللي هو الانهانس بتاعه التحسين بتاعه كاد فايف اي ده هو اللي دايما 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 انا مطموحك اشتري بقى مصلا ساي ده كاد فايف كاد فايف اي بي بقى طبعا مكتوب عليه انتوا عاكيدة عارفين ايه الحاجات دي ايه ايه هو ده عشان قدين شوية الكتابة مميسوه حقا ايه هو كاد فايف ايه بس نديد شوية ايه ايه محترم شوية ايه 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 ده كاتيجوري سكس ايه كاتيجوري سكس ايه محترم كاتيجوري سكس ك fuck فبلو قينا بالنسبة لكاد فايب اي ده اخره عشره مية الف يستهمل سرعة لحد الف بمعنى ان انت لو عايز entitled داتا معي الجهاز دا للجهاز دايب For há Beautiful بصوا Iركز معي بحتة دي لازم يبقى كارت لديه عشرة مية الف يعني معاك لحد الف ولازم يبقى ده لحد الف والسويتش لحد الف والكيبل يستحمل لحد كامل الف يعني عارفين لو انا جبت كات 5 كات 5 بس مش 5 ايه ده اخره مية وبكتير انت اوه جبت احسن سويتش وجبت احسن كروتناتور بواستها بالايه فلازم على الى كات 5 ايه ده اخره الف لو انت عايز حاجة اعلى بالالف اه بالظبط كده لو انت عايز بقى كات 6 معاك لحد اربعة جيجة حسنا لو انت عايزين تعرفوا تفاصيل عن الكيبل وسرعاتها وكلام ده كله طبعا انا احطيتلك كل ده يعيش حياتك في الماتيريا ابصدت اوه ده اخدت على الاثرنت اندلاين كيبل كو عكسي يلده القديم قوي خلينا احنا مثلا في التوستد بير ادي ايه ادي الاشكال بتاعه طب بالنسبة بقى للسرعات والكلام ده كله اخش على الفايل ده كابل النسبة للتوستد بير استي بي ده اعلى عزل ويو تي بي وف تي بي ده وسط ما بين الاثنين طبعا اه في بي 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 نويز و مش عادة فيه ادي بقى ايه الكاتيجوري زي اكبر لكم الفونت شوية أرزو كات 5 ايه اخره كام اخره 100 5 ايه معك لاحد جيجة كات 6 معك لاحد كام اربع جيجة بس نوت ريكم مندد اربع جيجة حلو قوي عليه كات 6 ايه عشرة جيجة بس اقصى مسافة كام 25 مم وهكذا اللي معت لحد كات 7 نحظوا اعلى حاجة في الكابرة الدي ايه 40 وعرفنا يعني احنا street through يعني ايه cross over كو اكسل ما ناشدعه بيه لو عايز optical بقى عايش حياتك بقى ال optical معت لحد ايه لحد مسافات بتوصل لحد 100 كيلو طبعا هنا كل ده بنتكلم في 100 متر ايه وسرعات بتوصل لحد ايه 100 جاجم تمام كدهди gehabt mee احنا كده اعملنا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااى ت couleur حاجات спونا تعطي entendeu strategies التي هي الاجهههه التي كنا نحن بتوضيها ببقعد بنا communication devices دفا haut يسمونه communication devices دواسيلة الاتصال ما بين 8 ايه اتأكدنا المطلوب الذي هو الكونكتفاتي على فكهة أحبها لأشغالين wireless يعني نستهنى سعيك عن الله احنا كنا شغلنا كله wired تبدو ان شرح كله كده دلوقتي على ايه wired احنا نبني LAN لان نبني LAN وان شغلنا كله LAN و wired نبني دعوه بالوائلس خالص دلوقتي اتأكدنا من الليدات ايه الليدات موارد السويتش بيبقى فيه ليد انت لازم تتأكد ان الليد اللي في السويتش يا وصي هنا كل بورت هنا يعاد له ايه ليد فلو انا وصلت الكابل بتاعي والليد نورت تمام ده لان انا شغال ايه؟ شغال صح وصلت بقى الليد ما نورتش لفيه مشكلة انت مقرش غلط الكابل فيه قطعة اعمل تستعى الكابل وهكذا كل اللي احنا عملناه ده بيسموه ايه؟ بيسموه layer 1 layer 1 دي كده الدنيا التحتية بيسموه physical layer physical layer او ممكن نور عليه ايه؟ الانفرا الانفرا structure بتاعتنا البنية التحتية بتاعتنا وديه على فكرة اصعب layer احنا عشان نبني سبكة بنمر بالمعمل مراحب وحايتك بتعمله ده كده اه ممكن ممكن بعد مخلص file save save ممكن نسيف الاخر بكر ممكن نسيف الاخر بكر ممكن نسيف الاخر بكر لا 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 بيت save الاب يفتحه بالبكر برده يعني يبص كده اوه؟ save as على ال اسمع المسلا ايه؟ اه في البقى الاسمتر اللي احنا عملنا ده وفتحه ايه؟ ممكن نسيف الاخر وفتحه بالفرجان الجديدي لانا بقولك بيعود يسألني ايه؟ فاقول له وفتحه 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 ولكن انت لو عامل لاب على على 7 مش هيفتح معك على الفرجان الالين فعشان كده انا الحروف ان ايه لا بعمله اعمله على 6 حيث ان هو يفتح معك على 6 واي حاجة ايه؟ اي حاجة بعده طيب احنا هنا اهو الدنيا اشتغل التمام الليدات بتاعتنا اشتغل التمام احنا عشان نبني اي شبكة لازم نمر مجموعة من الموارات زي كده تبني عمارة يقول له كرمي الاساسات وبعد كده حط بقى الطوب وبعد كده الكهرباء وبعد كده محر صح كده خطوات لازم تمشي فيها بالترتيب نفس الكلام الناس اللي عملوا علم الشبكات قالك انت عشان تبني شبكة لازم تمر بمجموعة من اللير اللير وان عبارة عن ايه؟ اللي هي بقى سويتشاتنا اجهزتنا كابلتنا تقريج اه شغل بالظبط كده الله يفتح عليك نيجي بقى هنا كده الموز بس يتعلق لا يا الموز مش معلق عشان مشكلة بالموز الريكوردنج مع الشوف بيخلينا ساعات كده كويس ان احنا سيبنا ادعها 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 أجل سويتش موالي وخارجن وهتوصلك فيك كابلة محاقية هل ستجه سويتش او سويتش ايه او كل سويتشات ، لو ستوصل سويتشات بعدها، هتوصلها كاذا كل هذا الهي بيعمله شركة وجيتسو تضع الديزاين نفسه أدخل سلرق وخارجن الهي هذا كل شيء غير كام في الاول أبدا عليكم اذهب عادتا ات Soumah على مكان هو already متظبط فيه layer cam layer 1 تبدأ انت بقى تكمل بقى الشغل اللي بعد اللي بعد layer 1 تمام؟ طب ده بالنسبة layer 1 تاني مرحلة لازم نمر بيها layer cam layer 2